صباح الخير ومساق عليكم الناس اللي بيعوا معاهم بايلات اندرويد بيبقى حكاية ان هما يرجعوا اي حاجة اتمسحت عالموبايل بتبقى سهلة شوية لكن لما ليجي للناس اللي معاهم ايفون الناس ديت بيبقى صعب شوية لهم يرجعوا اي حاجة اتمسحت فايزا ويه ده الموبايل اللي رامتوا عالبحر لكن من فترة شركة اي مايفون كلموني وقالولي اللي ههم عندهم برنامج عالكمبيوتر بيقتر يرجع الحاجات الممسوحة اللي عالايفون فانا نزلت البرنامج دوت وهجربوا النهاردة معاكم جماعة كل اللي هقوله في الفيديو دوت هيكون رأي الشخصي وعموما كل الحاجات اللي بقولها في القناة او اللي هقولها في القناة بتبقى رأي الشخصي مش بكون ملزم اللي انا اقول كلام معايا حاجة اخيرة جماعة قبل ما نكمل الفيديو اللي جاي هيكون سؤال وجواب او كيو ان اي لالفين وتمنتاشر فما تنساش اي حد عنه سؤال يا جماعة عني عن التكنولوجيا عن اي حاجة اكتبها في الكومنتات وعشان دوت اول فيديو اسئلة واجوبها فهقول كل الاسئلة هاي اللي هتيجي حتى لو كانوا كشير جدا وبس فمنجر ما نضايها اي وقت خلينا نبتد طيب يا جماعة زي ما انتم شايفين ليت الوجهة بتاعة البرنامج مكتوب اي مايفون دي باك اا هنا هتلاقوا عندنا المفروض اربع اقسام اا كل قسم مسئول لحاجة معينة وبيعمل حاجة اا معينة اا لكن فوق في حاجة اسمها سمارت ريكاوري وديت اللي احنا هنستعملها اا النهاردة خلينا اول حاجة ندوس ستارت طيب اا هنا هنلاقي في السمارت ريكاوري في اول حاجة حاجة اسمها lost or deleted data by accident يعني لو انت مسحت حاجة بالغلط البرنامج ده ولط هيعرف ترجعها لك تاني حاجة لو في مشكلة حصل معاك في انت بتعمل جيل بريك على الايفون او لو انت بتعمل تحديث لاي او اس اا تالت حاجة لو الموبايل بتاعك وقع وكسر وانت عايز تجيب الحاجات اللي عليه والبيانات اللي عليه برضو التطبيق او البرنامج دوت يقدر يعمل كده الحاجة التانية اللي معنا لو الموبايل بتاعك مقفول وانت نسيت الباسورد بتاعك برضو ممكن تجيب البيانات بتاعتك والبرنامج دوت ممكن يساعدك في المشكلة ديت رابعة حاجة مشكلة بتحصل مع ناس كتير قوي وهي لو الموبايل علق على اللوجو بتاع قبل بتحصل في الايفون الموبايل بيعلق على اللوجو بتاع قبل ومو بيرضاش يفتح ولا يقفل فالبرنامج دوت يقدر يساعدك في كده خلينا بس نختار اهم حاجة اه ازاي نرجع الحاجات اللي اتمسحت زي ما انتو شايفين دلوقتي في كزا حاجة البرنامج يقدر يرجعها اه رسائل او واتساب او اه بتاعتك كول او لو في عندك ملحظات كنت تكتبها على الموبايل او حتى المواعيد بتاعتك على الكالندر طبعا اهم حاجة تكون موصل الموبايل بالجهاز وانا عشان موصل موبايلي فاوريدي هو عارف ان الموبايل اللي حطته هو ايفون فائف اس والايفون بتاعي ندوس اسكان دلوقتي وزاي ما انتو شايفين دلوقتي مفروض هو بيحمل عشان اه يرجع الحاجات اللي كانت ممسوحة فخلينا نسيبه يحمل وبعد كده نرجع لكم تاني طيب دلوقتي المفروض اللي هو حمل ولجع كل حاجة كانت ممسوحة فهلا دلوقتي اول حاجة عندنا هي الرسائل وفي الكلمات اللي حصلت في الموبايل قبل كده والرسائل معلومة هو بيجيب الرسائل القديمة والجديدة يعني بيجيب لك الرسائل اللي انت باعتها دلوقتي لكن بيجيب لك كمان الرسائل قديمة عندما انتو شايفين اخر الرسالة جيبها من شهر احداشر يعني تقريبا من الشهر اللي فات من وقت تسجيل الفيديو دوت اه طبعا ما عليش احذروني لو عامل لو انا مش مبين الرسائل او الارقام عشان اكيد الناس صاحبة الحاجات ديت مش حابة اني الحاجات ديت تظهر. كمان جايب الارقام كلها اللي انت مساحة واللي انت مش مساحة ودوت بتاع الواتساب طبعا مرضو جايبه كله وجايب كل حاجة القديم بالجديد. كمانتو شايفين كايب التواريخ وجايب اه الوقت اللي دم اللي سادية اتبعت فيه. وديت الصور بتاعت الواتساب او الصور اللي باتبعت على الواتساب عموما في التاريخ كله عفيزة الصور ديت فعلا ملغية من على موبايلي مش ما كانتش موجودة على الموبايل لكن هو عارف يجيبها. ولو نزلنا تحت شوية فيه بقى الصور والفيديوهات طبعا ديت الفيديوهات اللي موجودة على الموبايل دلوقتي لكن لو انت عايز تجيب البيديوهات اللي مش موجودة عن الموبايل هم تلاتة وتلاتين فيديوهات اللي انا لغيتها بقى لفترة ودي الصور اللي انا برضو لغيتها بقى لفترة وزي ما شايفين مقسمهم كمان فايلات كل صور مقسمها مجموعات. اه طيب اه ملخص سريع كده للبرنامج مش احلى درنامج في الدنيا لكن ده هيفيد ناس معينة وهي الناس اللي بتكون اه في حاجات مهمة جدا على مبايلاتها ومحتاجة اللي هي ترجعها ضروري فالبيديوهات ممكن يفيدهم بنسبة كبيرة جدا. يعني من الاخر البرنامج اللي اعتبر كويس جدا للناس اللي محتاجها والناس اللي علمتها بيانات مهمة على الموبايل ومحتاجة اللي هي ترجع البيانات ديت. لكن غير كده هو مش احسن في الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين عشان نرجع الحاجات لذي ندوز على اللي موجودة تحت ونختار الحاجات اللي احنا عايزينها تركع والحاجات اللي مش عايزينها ترجع. دي كانت كل حاجة عن البرنامج تقريبا وده كان رأي اه طبعا الرأي في الاخر او القرار في الاخر هي عليكم انتو لو البرنامج عجبكم وهيفيدكم نزلوه. لكن طبعا لو مش هيفيدك فما فيش داعي انك تنزلوه. وبس كده دوت كان شرح البرنامج. وبس كان كون وصلنا الاخر الفيديو. لكن عايز اقول لكم حاجة. المتابعين بتوعنا او اي حد بيتفرج على الفيديو دوت ممكن ياخد عشرين في المية خصم على البرنامج دوت. بس للناس اللي بتتابع او بتشوف الفيديو دوت. عشان تاخد الخصم دوت هتلاقي فيه كود في الديسكريبشن. وعموما هتلاقي اللينكات بتاعت البرنامج دوت في الديسكريبشن. لو ده خط الكود دوت هتاخد خصم عشرين في المية على البرنامج. وطبعا في الاول والاخر لو البرنامج عجبك نزله. لو ما عجبكش اكيد ما تنزلهوش. والكومنت بتاع الفيديو اللي فات هيروح للمعلوميات تي في. فانا يا جماعة بحب جدا ان حد يكتب كومنت وانا رد عليه ونقاط نتناقش في كومنتات. دي حاجة مش بتدعاني خلص بالعكس اللي بتبستني جدا. فما تنسوش كمان نهاردة تتبق كومنتات عشان هرد على كل كومنتات او على كل الاسئلة اللي هتيجي في الفيديو دوت في فيديو الاسئلة اللي جاي. في الاخرى عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتنساش تعمل سبسكرايب في القناة عشان تشوف كل حاجة جديدة. وفعلا جماعة شكرا على كل حاجة شكرا على الدعم شكرا على التطور اللي بيحصل في القناة بسببكم. كان معكم جورجي عماد واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.